للمزيد من المتابعة المؤلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر المتخصص في الشؤون العربية أهلا بك معنا يعني بداية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق كيف ترى التوقيت والأجندة التوقيت بالتأكيد هو توقيت التفق عليه بين البلدين التوقع لدورة في بغدار ثم الدورة التالية في القاهرة وهكذا وهما تم التوافق عليه لكن في الوقت نفسه ربما التوقيت شير إلى أن البلدين في هذه الظروف التي يمر بها النظام القيم العربي يحتاجان إلى المزيد من التنسيق إلى المزيد من تفعيل تعاونهما الاستراتيجية أقول الاستراتيجية وليس فقط مغرب التعاون على القضايا والملفات الأنية بما يعني أن نقاء القاهرة وبغداد من شأنه إذا ضمن إليه أطراف أخرى كالسعودية والإمارات والمغرب والجزائر يمكن أن يشكل ضبطاً لنظام الإقليم العربي وتأميناً لوضعه في ضمن المنطقة الشرق الأوسط وأيضاً يكرس حضور العالم العربي في محافلة الدولية والإقليمية وبالتالي هذه الدورة صحيح لها جانب فني وتقني يتعلق بالتوقيع على جملة من التفاقيات على المزيد من التفاقيات ومزيقات التفاهم للتعاون بين المدين في مختلف المجالات أستاذ عزب هذا سؤالي يعني ما الوجه البارز في هذه الاجتماعات الحالية هل هو الوجه الاقتصادي أم السياسي يعني لربما مواجهة التحديات التي يمر بها العالم من ظروف اقتصادية ما قراءتك وإلى ما تشير ما الوجه البارز في هذه الاجتماعات اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء في المدين تهيمن عليها القضايا الاقتصادية والتنموية والإثمارية والتجارية هناك شراكة بدأت بين العراق وبين مصر منذ سنوات عدة يعني ربما مع وصول نصف التحسيسي وخاصة نصف تحسيزار العراق مرتين من خلال السنوات المصرمة ثم زيرات متعبدة لرساء الحكومات العراقية للقاهرة كل ذلك بهدف رفع منصوب التعاون الاقتصادي والتنموي والإثماري وإقامة سبكة من المصالح المتبادرة لأن ذلك من شأنه أن يوفر أرضية قوية لما يمكن وصف فيما بعد مشتراكة الاستراتيجية بين المدين سواء على المستوى التياسي أو المستوى الأمني أو المستوى العسكري في ضوء التفاعلات الإقليمية لكن اجتماعات اللجنة كما ذكرت يرأسها رئيس وزراء البلدين وهذا تميز لهذه اللجنة العلية المستوى كان معظم اللجانة المصرية مع دول أخرى يرأسها رئيس وزير الخارجية وإن كانت هناك بعض اللجانة رئيس وزراء البلدين لكن هذه اللجنة يرأسها رئيس وزراء البلدين ومن ثم توضع كافة ملفات التعاون على جملة هذه الاجتماعات وعندما عقدت اجتماعات دجنة في بغداد قبل سنتين تقريبا توصلت إلى مجموعة من التفاقيات المهمة لتفعيل التعاون الاقتصادي والاسماري ثم فتح أفاق ديجا فيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي والتجاري والاسماري والمشروعات المشتركة لأن البلدين يمتلكان بفعل كل المقاومات التي من شأنها أن تفضي لتحقيق تكامل الاقتصادي حقيقي صحيح وهناك أرضية مشتركة تاريخية بين مصر والعراق تمتد حتى هذه اللحظة من خلال هذه الاتفاقيات اتضحت فكرتك أستاذ العذب الطيب الطاهر المتخصص في الشؤون العربية أشكرك كزيل الشكر